الف مبلوكة يا كابتن شريف الف مبلوكة كابتن حشيش الف مبلوكة كابتن ملال اعتقد ثلاث نقاط هامة جدا واداء ولا مفيش احلى من كده الحقيقة نهارة اداء وروح وكل حاجة الحقيقة بنا فترة مفرحناش كده اه حقيقة مباراة فيها سيناريو يخليك تفرح بالاداء وبالتغييرات وبكل حاجة الحقيقة وباداء مغير تماما على المباراة الاولى يعني ده ما اتفاقنا ان حكامته بقى تصعودية اه يمكن نتيجة تأخر منتخب مصر جعلت شاو غريب يرمي كل تقلل لعيبة اللي موجودة فيكتشف عبد الرحمن مجدي مجدي هزا الاداء اللي هو الحقيقة الجناح طاير وبشماله وعنده ثقة وبيعمل كل عاجة او يمكن كل اللي قاله شاو غريب وتمناه فهذا التغيير حصل وتغيير ده اللي غير نتيجة المباراة لصالحنا بس زي ما احنا منتفقين كلنا واخنا بنصفرج مع بعض ان منتخب مصر عمل شود تاني من اجمل الاشواط اللي احنا اتفرجنا عليها وخاصة الرمضان صبحي بالاداء هو بالفتوح الحقيقة من اول مباراة لاخر المباراة عمني مجود عالمي مجود يعني يبشر الحقيقة ان شاء الله ان هم يكونوا في الاولمبيات بازن الله فانا ببرك لهم والمباراة الجاية بقى احبقى لها السنورات تانية والمباراة اللي بعدها ان شاء الله بقى احنا بنكتف الفرق كلها وبندي رسالة جامدة جدا النهاردة ان احنا باذن الله في الاولمبيات ده عندك مباراة واحدة بس يا كابتان اسلام بتكسبها ان شاء الله يتوصلك فينال يابتخليك في الاولمبيات فانا بشكر اللعيبة كلها الحمد لله النهاردة على الاداء الجايد والرجولة بلعب وفرقة بالسهلة لعيبة عندها رتم وعندها اداء وعندها قوة وعندها شوتينج وعندها كل العناصر اللي هي كانت ممكن تغير مباراة في اي وقت وهم اتقدموا علينا واحنا فاكرين بخطأ من عندنا يعني انما كويس اقول اللعيبة وقفت على رجلها تاني وعندها ثقة في نفسها وجمهور كان بيدعيمهم تدعيم كامل فالف مبروك النهاردة الحمد لله